لو أنت مهندس وبتدور على شغل في أستراليا الفيديو ده ليك سواء كنت لسه متخرج أو عندك خبرة هنعرفك على أهم الخطوات اللي تساعدك تلاقي شغل في أستراليا أهلا بيكم النهاردة هنستعرض الخطوات الأساسية علشان تلاقوا شغل أو عرض عمل كمهندسين في أستراليا الخطوة الأولى البحث والتحضير ابدأ بفهم سوق العمل في أستراليا اعرف إيه القطاعات الهندسية المطلوبة وإزاي مهاراتك ممكن تفيد هناك مواقع زي سيك وإنديد ولينكت إن هتكون بداية كويسة المواقع دي بتوفر لك فرص عمل متنوعة وتفاصيل عن الشركات اللي بتوظف ابحث على الوظائف وسجل المؤهلات والخبرات المطلوبة ركز على المهارات اللي بتتكرر في الإعلانات ده هيساعدك تظبط السيرة الذاتية وخطاب التقديم بتوعك عشان يبقوا مناسبين للمعايير الأسترالية كمان اتعرف على ثقافة العمل في أستراليا عشان تبقى جاهز للتعامل مع أي تحديات ممكن توجهك الخطوة الثانية تقييم المؤهلات والمهارات اتأكد إن مؤهلاتك معترف بيها في أستراليا منظمة المهندسين الأستراليين بتقوم بتقييم الكفاءات علشان تشوف إذا كانت مهاراتك متوافقة مع المعايير الأسترالية ومدي الاحتياج ليك في السوق الأسترالي يمكنك تقديم مؤهلاتك لتقييم الكفاءات من خلال الموقع الرسمي لمنظمة المهندسين الأستراليين العملية دي ممكن تاخد وقت فابدأ بدري لما مؤهلاتك يتأيموا هتاخد شهادة ممكن تضفها لملفات التقديم بتاعتك الشهادة دي بتكون دليل إنك مؤهل للعمل كمهندس في أستراليا وبتزيد فرصك في الحصول على الوظيفة المناسبة الخطوة الثالثة عدل السيرة الذاتية بتاعتك علشان تظهر خبرتك الهندسية ومهاراتك وإنجازاتك خلي السيرة الذاتية تكون واضحة ومنظمة وركز على الإنجازات اللي عملتها في شغلك السابق ما تنساش تضيف شهادات الخبرة وشهادة تقييم الكفاءات من منظمة المهندسين الأستراليين خطاب التقديم بتاعك لازم يكون مختصر ومحدد للوظيفة اللي بتقدم عليها اشرح ليه أنت مناسب للدور وإزاي مهاراتك متوافقة مع احتياجات الشركة حاول تخلي خطاب التقديم يعكس شخصيتك وحماسك للشغل في الشركة دي الخطوة الرابعة التواصل وتقديم الطلبات التواصل مهم جداً في أستراليا احضر فعاليات الصناعة انضم للجمعيات المهنية زي منظمة المهندسين الأستراليين وتواصل مع مهندسين تانيين على لينكت إن التواصل الشخصي بيفتح ليك فرص جديدة وبيعرفك على ناس ممكن يساعدوك في البحث عن شغل قدم على الوظائف من خلال البوابات الإلكترونية ومباشرة على مواقع الشركات وما تترددش إنك تتواصل مع الوكالات اللي بتخصص في الوظائف الهندسية الوكالات دي عندها علاقات مع شركات كتير وبتقدر توصلك بفرص عمل مميزة لو اتصلوا بك عشان مقابلة حضر نفسك كويس اعرف معلومات عن الشركة افهم متطلبات الوظيفة وكون جاهز تتكلم عن خبرتك وإزاي تتناسب مع الدور اتمرن على الأسئلة المعتادة للمقابلات والسيناريوهات الثقة والتواصل الواضح هما المفتاح إنك تسيب انطباع جيد فكر في أمثلة من شغلك السابق توضح فيها إزاي حلت مشاكل أو نفزت مشاريع بنجاح كمان حضر أسئلة تسألها للمحاور عشان تبين إنك مهتم بالشركة والدور الخطوة السادسة الفيزا وحقوق العمل اتأكد إن معاك الفيزا المناسبة للشغل في أستراليا برنامج الهجرة الماهرة هو خيار شائع للمهندسين شوف موقع وزارة شؤون الهجرة علشان تعرف أنواع الفيزا والمتطلبات وجود الفيزا الصحيحة مهم جدا للشغل القانوني في أستراليا وبيزود فرصك في الشغل قدم على الفيزا بدري عشان تضمن إنك مستعد لما تلاقي فرصة العمل المناسبة تأكد إنك ملم بكل حقوقك كعامل في أستراليا وتعرف القوانين المتعلقة بالشغل هناك الخلاصة البحث عن شغلك مهندس في أستراليا بيتطلب تخطيط وبحث وتحضير كويس اتبعوا الخطوات دي وكونوا مستمرين وهتكونوا في طريقكم لنجاح مهني في أستراليا شكرا على المتابعة لو الفيديو عجبكم ما تنسوش تعملوا لايك، شير وسبسكرايب لمزيد من النصائح المهنية بالتوفيق في رحلة البحث عن العمل